خاض لعب منتخب الشباب لكلة القدم اليوم مباريتين وديتين بينهما في اليوم الخامس لمعسكر المنتخب بمدينة 6 أكتوبر في أول مهام البرازيلي ميكالي المدير الفني الجديد يأتي ذلك تمهيدا لبناء جيل جديد يكون قادرا على مواجهة التحديات التي تنتظره بداية من التصفيات القارية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية والمؤهلة إلى مونديال الشباب وقد شهدت المباراة الأولى فوز الفريق صاحب الزي الأسود على الفريق صاحب اللون البرتقالي بهدف نظيف أحرزه عمر خضر في المقابل انتهت المباراة الثانية بالتعادل واحد واحد بين الفريقين الأسود والأزرق تقدم للأسود محمد عبد الله وتعادل محمد السيد